تعقد وزارة السياحة والأثار اجتماعات مكسفة مع غرف شركات ووكلات السفر والسياحة لوضع لمسات نهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم عمرة 1446 هجرية ويأتي ذلك تمهيد لمناقشتها ودراستها باللجنة العليا للعمرة والحج ومن ثم عرضها على وزير السياحة والأثار شريف فتحي لاعتمدها وإقرارها كما أوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة ستتضمن أليات لتقديم شركات السياحة لخدمات متميزة بصورة أكبر في تنفيذ رحلات العمرة بأفضل المعايير المعتمدة وبما يليق بالمواطن المصري في الأراضي المقدسة